مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من هاشتاك بالعراقي قصة عنتر قصة الحكومة العراقية أريد نوصل بها إلى حال مدى نكتر مواطن العراقي لا يزال اليوم ينظر إلى أنه عسى ولعل أن يتفق الفرقاء السياسيين أصدقاء الأمس أعداء اليوم وأصدقاء الغد على أن يرشحون أو يوافقون على مجموعة من الوزراء اللي يقدمهم السيد عادل عبد المهدي خلال كابينة الوزارية اللي ممتد على حوالي ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر والعراقيين ينتظرون عسى ولعل أن يكون هناك من حكومة تكتمل وعد السيد عادل عبد المهدي خلال البرنامج الحكومي اللي طرحها أمام الشعب العراقي وأمام البرلمان بأن تنتهي وزارات الوكالة وإحنا نعيش من تقريبا حوالي شهريا على تسمية ثمان وزارات بالوكالة موضوع الوكالات اللي حقيقة يعني تعودنا عليه خلال السنوات الماضية في حكومة السيد المالكي الحكومتين وحكومة السيد العبادي وقبلها أيضا كانت حكومات السيد الجافري وعيد علاوي وكلهم كان هناك لدينا من وكالات وكان لدينا من وزراء عملوا بطريقة إيجابية وآخرين كانوا فاسدين تم تقضيهم للمحاكمة وآخرين نعرف أنهم فاسدين لكن لم يتم إثبات شيء عليهم باعتبار إلى أنهم ينتمون لأحد الجهات الحزبية أو حزب معين أو كتلة معينة وحتى طائفة وفي بعض الأحيان قومية تم التصويت اليوم في جرسة مجلس النواب اللي كانت حقيقة بعدما خاض عسير عبانا اليوم يتم تقديم ست وزراء أو التصويت على ست وزراء تم تقديم ستة البارحة كل المواقع للإخبارية وأيضا الخاصة بالكتل السياسية تحدثت إلى أنه الحمد لله وشكر للرئاسات الثلاث راح تقعد وراح نقلص الموضوع وينتهي ويجي السيد عادل عبد المهدي ويقدم مجموعة الست وزراء وبعدين تبقى القضية التي ليس لها حل ما بين الكتل السياسية باعتبار أن هناك تدخل من دول إقليمية على موضوع وزارتين الداخلية والدفاع واللي عندنا وزارة يعني الحقيقة كان هناك من إصرار على تسمية مرشح لها والأخرى قدموا أكثر مرشح واحد ما يعدم سياسي ولا غضابط والضابط قالوا هذا موزين وسياسي ما نعرف إحنا شنو ممكن من إيجابية قدمها كان الفكرة اليوم أن يتم تقديم وزراء معينين وهذه الوزراء أن يتم أو أخذ يمنحون الثقة من قبل مجلس النواب لكن يبدو أنه ما صارت رفعت الجلسة الساعة بلوحدة الظهر وتم التصويت على عبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة وهو مرشح صادقون وصوت على السيد نور الدليمي وهو مرشح الحزب الإسلامي إذا ما غلطاناني طبعا صحيح وتم المصادقة أو منح الثقة لمرشح دولة القانون قصيصيها الوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وأخفق بنيل ثقة الوزير ومرشحة وزارة الهجرة والمهجرين هنا عمانوئيل واللي كانت أيضا مرشحة لوزارة التربية صبا الطائي يعني لا مرشحة الهجرة ولا التربية تم استحصال موافقة عليهم وبذلك يخفق مجلس النواب يعني سوناها طبعا فلوس الحمص والبصل كل يوم وزارتين مشوا حالكم هالوزارتين يعني شعب عراقي يسكت بما طوله أنه أنه أنت أخرس وأنت متحشي فبالتالي خلص راح نمشيك إحنا والسياسيين والكتر السياسية وعفوا للجملة تضحك على شعب العراق وتمشيهم ثلاثة حسا بقونا خمسة بقونا أربعة بقونا ثلاثة حسا إحنا عدنا بقى مرشح وزارة الهجرة والمهجرين ومرشح وزارة التربية ومرشح اللي الحقيقة يعتبرون خط حمر لازم واحد من يحكي يعني ما عرف شي يسويه اللي هم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فبذلك تم التأجيل عليها وعلى أساس أن يتم تقديم المرشحين أو كسب الثقة وفق التوافق السياسي اليوم الخميس الجاي يعني عقوب باجر طبعا هسا كل الكتل وكل يعني راح يطلعون مجموعة لينتمون الكتل والمحللين اللي يحبون بعض الكتل وممكن ينحازون لهم في ديباجة أفكارهم مبروك على الشعب العراق وتحسي لأنه هو إنجاز شنو إحنا سونا برج خليفة جديد عدنا بالعراق وإحنا بس ندور عليه صارنا ثلاثة شهر على مرشحي الوزارات ثلاثة شهر من عمر الوزارة الحقيقة انتهى وأصبحنا إحنا ما بين حانة ومانة وما بين جانب معين إحنا ننظر إلى شخص معين وبالجانب الآخر أنه إحنا ننظر إلى كتلة معينة وعسى ولعله أنه هذه الكتلة وهذا المرشح أنه يتم الاستحصال الموافقة عليهم ومنح الثقة حتى بلكت ربك أنه هم يعني يبدون عملهم ثلاثة شهر راح من عمر الإنجاز ولو في تقديري على مدى الخمسطاع السنة اللي شفناها ذول السياسيين أو مجموعة الوزراء اللي حكموا وكبعض الوزراء ميهمة ثلاثة شهر سنة سنتين عادي ممكن يستلم هو آخر أربعة شهر ميهم الموضوع لأن إذا توقفت عمل الوزارات وانتهت أو كان هناك من إخفاق أو مثلا كان هناك من سلبية تشكل على بعض الوزارات فهو ميهمة لأنه جاء للوزارة مجرد موظف يحاول أن يأخذ راتب نهاية الشهر واستحقاقاته ويعيش الدور علينا ويأخذ الجواز الأحمر وأربعة خمسة قدامه يمشون ومدير مكتب يصيح له أستاذ وأستاذ والحماية ما تبرع طلع الوزير يجي الوزير وهذه العرس المزيف اللي دائما يساوه للمسؤولين قد يكون الحديث اليوم بقسوة لكن ملينا ملينا حتى في الإعلام نحن نحكي عن هذا الموضوع ها ترشحوا الوزارات ها نجابه الوزير ها حطوا الوزير ها نجابه الوزير ها الوزير عطيس ها الوزير تصرف لا ونزا ها الوزير لبسقاط ها الوزير بيتهم مزدود الشارع علي ها الوزير هو الوزير يعني ما عرف هو ما دليش الكترة السياسية تنطي حجم أكبر من حجم الحقيقي للوزير وهو بالتالي هو موظف بالدولة العراقية هو ما مقتنع به هاي السالف إنه هو موظف بالدولة العراقية ممكن طرده وشحته وبكل أنواع التفاصيل اللي يستخدموها الأشخاص في خارج العراق طبعا أن يسووا الهياء في حال أخفق وممكن أن نشيد فيه ونمدحه ونسانده في حال كان هو جيد وإيجابي فالوزير الموظف أو هذا الموظف اللي يسمى بالتسمية ما التوزير مثل ما أسان اليوم موظف بهذه المؤسسة لكن اسمي مقدم برامج فبالتالي هو موظف في الدولة العراقية يتقاضى راتب آخر الشهر مدفوع مني ومن الموجودين اليوم الكادر عندنا ومنك أنت المواطن العراقي كعا تدفع لعراتب حتى شي سوي حتى يقدم له خدمات إليك وهو من توصل لخدمات إليك ما يشوفك لأنت بالنسبة إليه وأرجع وقل نفس الجملة أنت بالنسبة لعبارة عن صوت في الانتخابات بعد أربع سنين ونحن للأسف يوجد عندنا فئة من المجتمع العراقي تحمل من السذاجة الكبيرة جدا أن تروح تنتخب مرتلق بعض الأشخاص اللي هم عبارة عن وجوه مشوهة وشبعنا من عندهم واللي حتى سميناهم بالبرنامج هنا دينا صورات العملية السياسية اللي كل واحد صالة يعني من أيام ما عرفي أيام نحن من ألف وثلاثة اليوم نشوفه نفسه يطلع على أخبار ويسولف ويحتي وملينا حتى من الحجم إياهم لأن كأنما هم أشخاص روبوت يعني رجل آلي يتحرك وفق أهواء رئيس الكتلة أو الدولة اللي سانته أو الطائفة أو القومية اللي هو ينتمي لها هذه مقدمة البرنامج لأن توقعنا اليوم أن يكون هناك من أشخاص حريصين على العراق ويصوتون هزي صوتوا على هذا الوزير مو هذا الوزير والمشكلة خلي في بالكم ويكون ملاحظة جدا مهمة تحدث بها سيد عدر عبد المهدي قال أنا ما أبدل المرشح إلا يتم الإخفاق وطلب بالمجلس النواب بكتاب رسمي إلي أن أبدل المرشح واتضح خلال فترة فاتت أنه مرشح وزارة الداخلية سيد فالح الفياض هو مرشح سيد رئيس الوزراء وإحنا ظلالين نحكي على الكتل السياسية نقول الكتل السياسية مشال بابي طلع هو مرشح سيد رئيس الوزراء وهذا ما أتحدث به سيد هادي العامري بصراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تصريح تلفزيوني بعد شنسب ناخذ أول اتصال على سؤالنا لهذا اليوم اللي يقول حكومة عبد المهدي خطوات على إكمالها للبدء بتنفيذ برامجها أو عليه إكمالها لتنفيذ برامجها ناخذ أول اتصال حدنا أبو حيدر من بابل صدر أبو حيدر الله يسعى في أستاذ العزيز الله يسعى في أستاذ العزيز الله يسعى في أستاذ العزيز أستاذ العزيز جبر في زمان الأول شنه بيشريبك واق الله بيشريبك يزبح لطبيحة له يزبح لطيجاجة له تقبل يا بابا بس أعليوا لي صوتوا شوية مال أبو حيدر مدعس مع الزياد أي أستاذي نحن أزعكم لأدنا ثلاث الزارات نحن نطق لنا ثلاث بيابا نحن نطق لنا ثلاث بيابا ثلاث بيابا الخمسة الإجارات هم ممتقن على كيفنا شوية أسبوعية شو اليوم ممتقننا الواحدة نسمح لي المرخصتك إذا مجلس النواب ماننا هو مو مجلس نواب مال الشعب مجلس نواب مالأحزاب مو مجلس نواب للشعب لو مجلس نواب للشعب هو يثوته بأول يوم الكابل الرزائري حتى يتغل المواطن احنا تعبنا متدمرنا نتاع الوالدين ولوالدين ووالدين ومسنا من الجوع ليش ليش حاجة طيب شكرا لك أبو حيدر تحياتي لك بس شوفوا اللي أحطها بين قوسيا وعلامات استفهام يعني هي ممكن له في حديث خاص ممكن شان حجيتها بس يعني بالإعلام شوية صعبة نحجيها لكن العدم المسؤولية الموجودة عند بعض النواب احنا مجلس النواب مالتنا 328 واحد اليوم حاضرين ميتين وستة وستين واحد يعني تقريبا حوالي ستين أقل شوي ما حاضرين هسا قول المسافرين قول راحين قول جايين زين هذولي الميتين وستة وستين ليش البقية ما إجوي كجزء من المسؤولية باتجاه الحكومة اليوم باعتبارها تباشر عقبة النائب اللي غايب أو اللي كنت حاضر راح تطلع وتهوس لي وتطلع بالإعلام وتجي تقابر وبلزح ما خال اطلع اياكم على الهواء مباشرة حتى بس احكي على الوزير الفلاني اللي أخفق طيب انت موجود بمنح الثقامات شو ممكن انت تحكي؟ وبعدين تطلع وراها بجلسة تقول والله ما وصلت من سير ذاتية ما لاتوم السيفيات لأن حضرتك جنت نايم انت بغير مكان فلذلك ما جنت فاهم شنو الفكرة اللي ماشية طيب عندنا جواد من بابل أيضا تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله لجواد بارك الله عليكم على البرد عمزي الحدوة الله يخليك التنحلة الله يسترعيكم ان شاء الله رأيك والله الحكي هواي واحنا ملينا وثم مليته بس اذا هذه الحكومة تريد تدخل التاريخ ونعتبرها كلها ونصلي عليها شي واحد عندي اريد اقول شي يسوى شي يسوى الكمشون كلهم في الساف والسراق يعرضوهم بالتلفزيون من أسف الله خافوا ما يسوى ان شاء الله يسوى بس احتاجنا طيب لا بل كان يطلعنا ثلاثة خمسة السباع يعني الخزنة مثلكم يعني بيصير يعني كلهم مش يسلم ما بهم مثلكم انتم مهنا تعشون متخافون لا يعني حق يعني حق واحد يشي خربنا يعني تتامع يقولك انا لا اقر على القبيح مهابة ان القرار على القبيح نفاق ما يبالله اذا ادري شنو هل تملك لي فلان ما فلان ما فلان الله خلق لي والله يا اخوة الامري صح اشتري معي الدنيا لا ادخل نلحق و ادي فلان و فلان و فلان اشتريد يصير اوه اوه اما ما يحتاجون هاي السابقة شكرا جزيلا لحضرتك بمناسبة يعني احنا ايضا كنا نتمنى ان الحكومة او علاقة الشخصية السياسية عام واحد يطلع ايش يقول يابا هذا والفازدين فلان و فلان كنا نعرفوا احنا من الفازدين هس انتو جماعة ملفات اللي كنتو تحشون خلال فترة اللي فاتت خب شاعدنا واحد ما كراسنا والله العظيم بس يسولي فلاني و عندي ملف على فلان و عندي ملف على فلان بس ملف على فلان اش بك يطلع حين ما ادري انا عندي ملفات على بعض الشخصيات السياسية وهم مفازدين وما ادري شنو تالما تالي يطلع عينتين فقاعة طيب حيدر من الديوانية فضل حيدر فضل حيدر حيدر وينك خلافات السياسية اليوم خلت بعض الشخصيات الحقيقة تشتري وتبيع بالمناصب الوزارات صارت عبارة عن شركة تسجل باسم الحزب الذي ينتمي له الشخص او الوزير واكو تصريح الحقيقة جذبني عن سيد عادل عبد المهدي اخوان فريق العداد كلش حبيتان كاتب هذه الحكومة اقل حزبية من سابقاتها طيب احد الشخصيات اليوم التي تستأذر احدى الوزارات انا ملتق بي يمثل جهة سياسية في احدى الدول يمثل جهة سياسية هو اسمه ممثل الجهة السياسية الفلانية في الدولة الفلانية وهذا هو وزير طيب من عندنا محسن من بغداد فضل محسن السلام عليكم السلام عليكم احيىك احيى ضيوفك الكرام انت ضيوفي بالنسبة تشكيلة الحكومة العراقية فقط عندي سؤال على الوزراء الي تم تصويت عليه اليوم يعني دولة الوزراء مو حزبين والله حسب ما يقولون لا مو حزبين هم يقولون إذن المنبي شهرين يعني صدع ورؤتنا أنه ماكو وزراء حزبين رح يتم التصويت عليهم والاعتراب كله تعرف يعني تسمع من الأكبار أنه الاعتراب على مرشح وزارة الداخلية أنه سياسي وحزبي طيب دولة اليوم وحزبين كلهم عدنا اليوم وزير بالتشكيل الوزاري الموجودة هسه هسه هاي اللي ترأس السيد عدل عبد المهدي أنا ملتق بيه قبل أربع سنين ممثل إحدى الأحزاب في إحدى الدول خارج عراق إذن الاعتراب على مرشح وزارة الداخلية إلا داعي يعني براي خليه مشونه أفضل خليه عبر يعني خليه عبر يعني إذا إذا الاعتراب على السيد فالح بيض مخلافة يقول خليه صوتون علي وانتهي الموضوع هذا ضحك على الشعب العراقي واضح أستاذي الوزراء حزبيين كل الوزراء يا أستاذ إذن مبدأ من بداية الموضوع مبدأ وين إذن المبدأ ما موجود فقط هما كانوا يحكون أين صار شهرات أي هسه من الوزراء باور محسن هسه وسأ أطيك سالفة هسه مرشح صوت المجلس الصالح مرشح الحزب الإسلامي نوري الدليامي وزير التخطيط هذا مرشح الحزب مرشح دولة القانون سيد قصي السهيلي وزير وزير التعليم العالي بحث العلم مرشح كتل الصادقون عبد الأمير الحمداني وزير الثقافة يعني هم مرشح مرشحين مرشحي أحزاب سياسية هم ليش ليش يعني مثلا متخوفين أو يعني بالعكس أمر طبيعي خليقلون إحنا عدنا مرشحين من الأحزاب السياسية يعني ليش يعني يعني أتعرض إلى حراج والله طبيعية جدا وهم يعني ماكوا بيها مستحة الموضوع وانا قلت بس بس سائرون ما رشح أحد بوه هم يا آخي الكريم عرفت ليش ما رشحوا محرجين أمام شارحهم هم بودهم يرشحون بس هم الحرجوا أمام شارحهم طيب ولا بودهم يعني يرشحون من 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 سائرون بس الحرجوا أمام شارحهم يقول لك شوفوا سائرون ما رشهم أحد هم هذا هذا كل اللي صار ترى يعني آخي الكريم هي طبخة يعني معرف بالله يا أخي معرف شكرا جزيلا من عندنا اتصال ابو محمد من بصرة فضل ابو محمد سلام ورحمة الله لا ابو محمد أول شيء رحب بيك وبالدخور مشاهدين قبل فترة اتصالت عليكم لتلكم أنه لابد من السياسين أي وحد ومن هجعهم ولا بد أن يختاروا آلية تفيد البلد على الأموم لأي جهة شاءت فيهب أنه برحبا لكن المصيبة أنه لحد بعدها الناس رجل مننا ورجل مننا لحدنا فأنا أناشد الأصلاح أقولون أنتم فينا نيةكم تفلشون البلد أنتم تدرون كل الذين نحن نوصل أمريكا ونوصل إيران بعدها الحجة هذا السعودة والله صح برأيك السعادة الحجي ليش يحجوا لها ليش يحجوا لها يعني ما أعجب ما أعجب أقول لك هم وكل يعني إن شاء الله مصيبة 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 ما أعجب غبائل هالدرجة لو حذلق وفذلك على خالي بلات ما أعجب طيب أبو محمد شكرا جزيلا لاتصالك حقيقة والله السؤال قد يكون يعني يعني يوسائي زيني إذا هي هيتش وهيتش حسب وجهة نظر أبو محمد لعاد ليش هم جماعة قافلين ما أعرف طيب خلينا أخذ عدنة حسين من بغداد صدر حسين طيب قطاع الاتصال ويا حسين مجلس النواب وأيضا خلال الأيام الماضية كان يتحدث أعضاء مجلس النواب إحنا وإذا ما كانوا مرشحين يكونوا جزء من عدنة وإذا ما كانوا عليهم توافق يعني إذا إحنا بالتالي نرجع نفس السالفة هي حكومة محاصصة اليوم عندنا إحنا بالضبط حصص السنة حصص الشيعة حصص الأكراد هي نفس الحصص هذا إذا كان يأخذ وزارتين قام يأخذ وزارتين هذا اللي يأخذ عشر وزارات هذا عشر وزارات وهذا اللي يأخذ عشرة غير ما يأخذ عشرة فإذا بالتالي نفس السالفة نفس الديباجة اللي كانت موجودة فإحنا بالتالي ليش بديناها بالبداية كانت الشعارات أكبر من التنفيذ من قبل بعض الشخصيات السياسية اللي كانت تتحدث إلى أن هذه الوزارة ستكون مختلفة كتل سياسية حجت وأيضا سياسين وقالت إلى أن هذه الوزارة أو الأربع سنين القادمة ستكون فتشي هذا إحنا نشوفو شون بداية الانتخابات راح تكون وفلان وزير وفلان وزير طيب رجعنا نفسها يعني نفس الطاس نفس الحمام إذن نفس الوزارات كانت هي مثلا نفرض الوزارة سين كانت للحزب صاد بدل ما صارت صاد قام بأخذ وزارة سين أخذ وزارة عين نفسها يبقت بس إلى حصة حصة وزارة شون الاختلاف اختلاف عدل الأصوات اللي حكم على البعض أن يدخل للعملية السياسية أو للعملية تستئذار الوزارات من جديد ولاحظنا خلال تصويت اللي فات يعني من الوزراء الفات أو اللي سبقونا اللي كانهم 18 وزارة عدنا صارت سحنة تقريبا سحنة تضرب الله الأربع وزارات الجاية اللي هي الهجرة والمهجرين وزارة التربية والتعليم اللي ما بها وزير ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية على أمل أن يجينا واحد شخصية أو تجينا فئة أو يعني مجلس النواب الله يهدي ويبدي يصوت على هذا يعني على ذول الوزراء الوزراء اللي موجودين وسمشينا احنا مجموعة وزراء عدنا بعد الجاين الله ليستر أنا صاحب القانون للجلسة طبعا يعني قالوا أكو خفاقات قانونية صارت من ضمنها عدم حضور السيد الرئيس الوزراء أو الله حقه عم يقوله كان يوميا جاي السلام عليكم تعالوا قدم وزراء وهذا يعيط وهذا يصحيح وهذا ينسحب وهذا يبقى وهذا يقول أريد وهذا ما هو ماجه المهمة ستعتبروه مثلما قانونية طبعا ليست دفاعا عن رئيس الوزراء بس هم واحد يمل لأنه ما يدربها السال يعني تعبانها طيب عقد الجلسة حاول جمع النصاب القانون للجلسة خلال تصويتها على الوزراء كان مكتملا عقد الجلسة فيها كان محاول لجمع تواقع داخل القاع لكن فشل في إكمال النصاب القانون للجلسة بعد جمع 146 نائب فقط وبعدها جرت اتفاقات سياسية هاي طبعا اتفاقات سياسية يمكن شربه وشاي هموا بقيت سعر الوزارة بع مرات اتفاقات سياسية ليدخل النواب تحالف الإصلاح ويصبح العدد 266 اكتمل النصاب القانوني وشرع مجلس النواب بمنح الثقة لمرشحين وزارة التخطيط التعليم العالي الثقافة ورفض مرشحة وزارة التربية اللي حصلت على 90 صوت بس ومرشحة وزارة الهجرة التي لم تحصل على الأصوات المطلوبة خطايا جتي وراح تكون نفس الشي طريقة احتساب الأصوات قد تكون غير صحيحة بسبب اعتماد العد اليدوي ولو كان وراقيا او الكترونيا لكان افضل فبالتالي يعني يمكن احنا عدنا اكثر من جانب الى انه احنا نحاول ان نكون ايجابين لكن بالتالي يعني ما اعرف يمكن اكو هواية اكو جوانب سلبية اليوم بهذا التصويت طيب هسا ما حدث في داخل مجلس النواب ما حدث في داخل مجلس النواب مش قد حلو طبعا مناسب احنا نشكر كل اعضاء مجلس النواب اللي صايرين هسا مراسلين صحفيين من داخل القاعة يوصلونا فيديوهات عشتيتكم شكرا جزيلا فعدنا فيديوهات اثنيا راح نشوفهم ونشوف شون اللي يجرب داخل مجلس النواب نشوفها زميل مخرج ممكن طيب هسا هذا اللي شفناه احنا كان حديث سيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب هسا نشوف الفيديو اللي اخ دكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمي وزيرا للتخطيط اطلب التصويت ما شاء الله عليهم يرفع ايدهم ما شاء الله ايه ارفع ايدك هذا ياشر لي ارفع ايدك هذا تعليمات الواتساب طبعا قربات الواتساب مرشح وزارة التعليم العالي دكتور قصي عبدالوهاب السهير ارفع ايدك اول ازرق ارفع ايدك انت اهمين شوفها خافك احد لي ولا مرافع ايدك دمت الموافقة اخوان جماعة الاعداد بس شوفونا من هذا وزارة الزقافة الدكتور عبدالامير الحمداني يلا ندار شوف منه ما شاء لي داليا مهم بالموضوع دمت الموافقة طيب شفتوا التحشيد شفتوا التحشيد وما شفتوا زي ما يمخرج بقي لي هالفيديو ارجع لي على سيد الجبوري خنشوف شون حشد او ما اعرف منه هو بس تاكد من عنده تاكدوا لي من عنده بالضبط بعد خلي نشوفه اذا ممكن الفيديو اللي شفناه للتصويت طيب نعيده نشوفه يلا طيب لا بالمرشح الاول من بداية الفيديو من بداية الفيديو خنشوفه طبعا اللي شفناه احنا كامل بداية الفيديو هذا بداية الفيديو سيد محمد الحلبوس يستلم ورقة الترشيح ويبدي طيب هسه استلم الورقة مع الترشيح بسطونا الصوت هو طبعا هنانا يبدي سيد احمد الجبوري يحاول يعترض ما ادري علي شنو بعدها ما بادي التصويت بس اتهاي يليزاب المخرج عامدين وقف في اللقطة بعد ماشي شوي اي هسه هنا الله اكبر سيد احمد الجبوري يعني شو نوضع انا ما بدافته معانا انت حضرتك تحشد عليما انت قل ارفع ايدك لو جاكم بالقروب سقعشيها مباشرة ليش هاي اللقطة اللي صارت من سيد احمد الجبوري انا مفاهمه واذا ممكن السيد احمد الجبوري يعني في اتصال هاتفي ممكن يوضح انا انا جاهز وهنا سيد النائب احنا غير نقعد على مدى نصوت لو هو الواقف لو شو مدى افتهمان طيب هسه هنانا اللي مصوته الاخت هنانا النائب الرائعة زين انت حضرتك مصوته لو صفت مصوته لو هو يعني واحد يقول لله اخصوت عملية التصويت في مجلس النواب عدنا غريبة جدا تحتاجي لان نسويها عبارة عن فيلم وثائقي كيف يصوت نواب العراق لان عدنا هش تيت التصويت وعدنا التصويت اللي هو تصويت القروبات على الواتساب من تجي يتم الحديث من قبل رئيس الكتلة الى انه في حال ترشيح على فلان انت تقول هي شي اذا في حال ترشيح على فلان انت تقول هي شي فذلك تلقي في احدى جلسات الاستجواب اللي كانت لأحد الوزراء جاء واحد يعني اسم نائب من النواب طبعا هو من النواب اللي هو يعني متفاعل يعني بطريقة مطبعية بحيث بلقي التفاعل قاعده بالاخير ولا يدري والله العظيم انا من حتى من اجي يمكن سامع بخلال العملية السياسية اربعة اسنين يمكن سابع بمرتين ومن جاوي يلا بحرت بوجهة يعني المهم هذا النائب اجي اسمه عساس هو بسيط عن شخصية سياسية على مدياخذ عقد من هاي الوزارة فحجي الوزير بوكتها في جلسة استجواب وقال هي شي اجي النائب والله قلت راح يكسرها للدنيا اجي تمشي ووقف وين شونس هنا الاخ سيد النائب ووقف هنا الانه ولزم المايك وبيده ورقة هسا ورقة حفظها يا حبيبي انا اربع كلمات الله خليك ويجي اجي ورقة وقال هاي طب 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 الله خلصين كمل فحتى الوزير في وقتها يقال او الله زينم حافظي يعني هايش احنا وصلنا الى مرحلة بهذه الطريقة هايش التصويت عندنا احنا يصير هايش الاستجواب يصير هاي العملية السياسية هكذا تدار بالقصاصات قصاصات الورقية هي اللي تحكم وقروبات الواتسات طبعاً بمناسبة كلش حريص رئيس الكتلة أن ما يدخل شخص غريب في داخل هذا القروب وأكو قروبات بمناسبة طيكم فهذا معلومة أكو قروبات للنواب اللي هم مصدر ثقة رئيس الكتلة كلش فهذه يصير بها تداولات في داخله لأنه نقولك خاف تسجيل صوتي خاف يطلع خاف سالفة مثل ما هذا طبعاً يعني أنا أملك تسجيل صوتية على أحد المحافظين في المحافظات وهو يتحدث ويعاتب ممثل الكتلة السياسية اللي هو ينتمي لها إنه شلون أنتوا انطيتوا بي ويش صار وآني في ذلك هم راح أكشف وعجبتني كلمة كلش قال والله أنا أود يحكي هذا السيد المحافظ داي يقول يعني أنا قبل ما أخابرك أنا حالياً قاعد على السجادة وقلت والله ليش يشي سويت بي فأني يعني أنا قاعد على السجادة تذكرته أنت في نداء الله سبحانه وتعالى في صلاتك وانت متوجه للسجادة لك الله أكبر على هالنفاق لديك سيري أنت تروح رب العالمي إذا تريد صلي تذكرت أنه أنت مباعيت من الكتلة مالتك وراح احتمال يطلعوك من المنصب اللي أنت بي وارتقيت أن تخابر في هذه اللحظة الرحمنية اللي كلها خشوع أن تتصل بموثل الحزب اللي موجود واللي هو يكون الوسيط ما بينك وبين رئيس الكتلة على مدة عاتبة وتقول له يقول للرئيس الكتلة فلان ترى يعني أنتو الطيتوني ولا هو تسجيل عندي صوتي يعني عندي بالتليفون هلسا بدي يقول له آني متقاعد على السجادة أكو ييش بعد؟ أكو بعد هي شي مهزلة موجودة عندنا بالعراق ما أعرف المهم سيد أحمد الجبوري شكرا جزيلا لحضرتك إنو حشدت الجماعة حتى ممكن يصوتون وما أعرف ليش بالأيادي ليش ما كان صدوك كان بالورق كان ممكن تصويت الكتروني بس مو هذا من ترفع يدك بعدين رئيس الكتلة باع الجلسة من تنبث مباشر يدزوني أهو الأربع ساعات نشوف من هو صوت من ما صوت من رفع يده من رفع يده يعني بالورق متبين إلا ما صير مثل ما صارت مال أحد المرشحين في الجلسات الفاتت من قالوا عساس انبعت المناصب شنو يجي الرئيس الكتلة يقول لك باع القرآن العظيمة ترى صوت لفلان ترى اللي خلي ببالك 300.000 مالات وموجودات وبعدين صارت هاي التفصيلة كملنا الفيديو سيد زميل مخرج خلي الشعب العراقي يذكر صوت الطهمية على ما يذكرون شون شون التصويت عليه وزارة مرشح وزارة التعليم العالي الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل ناس قبلت ناس ما قبلت تمت المواقفة تمت بعد وزارة الثقافة الدكتور عبد الامير الحمداني تصويت تمت الموافقة عاد هذولي هو السؤال اللي يطرح نفسه الى ان مجموعة النواب اللي يصوتها وهم تحت طائلة فاهم مش حافظ لو حافظ مش فاهم يعني هو يدري هذا المرشح وشايفي سيفي ماتة لو هي تعليمات ويوجدتها عندنا فيديو ثاني صح؟ طيب شوف الفيديو الثاني يلا خليني شوف الفيديو الثاني التربية الدكتورة صبا خير الدين الطائي ما حد يقبل لي صوت لها ها صوتوا لها بس تسعين واحد احتساب احتساب الاصوات يلا احتساب الاصوات اي باعي سيد احمد الجبوري كلش معترض بالموضوع ما حاب بالفكرة تحياتنا لك سيد احمد الجبوري النائب احتساب اطلب التصويت على الدكتورة صبا خير الدين الطائي وزارة التربية المرشح الوزارة التربية يلا اي 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 اشتدك شنو هنسى اكو اعتراض على الموضوع سيدات ساد النواب ماكنكم لم تحصل الموافقة على مرشحة وزارة التربية با صفقة وينجاز كان في في ذلك في هذه الجلسة يعني ما صوتنا على سيصطبه ما عرف ليش لم تحصل الموافقة طيب يلا استريحوا من بقاعدنا اطلب التصويت سيدات ساد النواب اي سيدات ساد النواب اطلب التصويت جدا كنت فعل انت في هذه الجلسة تحية الى كرده على مواجهة وزارة الهجرة والمهجرين طيب السيدة اي هناء عمانو اي قورقي استصويت هابلي قربات قلم اللي يرفع ايده بعد ولا اشوفه لن تحصل الموافقة ها ها طلعوا يلا طلعوا خلاص ها هي نانا السيدة ممكن اصور ابو مازن اللي قال خلنطلع بس نرجع بالفيديو شوية نرجع لي بس بالفيديو دقائق ثانيتين بس نرجع بالفيديو اتصور مو متأكد هذا السيد لو قف لا ما توقع شكرا طيب هذه هي عملية التصويت في مجلس النواب اللي صارت اليوم شفتو شون تحشيد اكو ارفع ايدك ترفع ايدك ديربالك جوانا ترابر قروب دازلنا الشيخ سيد دكتور فلان دازلنا حتى احنا نصوت صح خلت الله اهم السياسين قولي غلطوا انا مدوطلع على هذا الفيديو نشوف شون شكله فبالتالي عظام مجلس النواب اليوم اخفقوا في التصويت على مرشحة وزارة التربية ومرشحة وزارة الهجرة والمهجرين ست صبا طائل التربية وايضا هنا عمان وقيل للهجرة والمهجرين بس بقولي الوزارات اللي كانت باقية واللي تم تصويت عليها العراق نصة مو نصة هسا نسبة عما سيقولك هذا دي بالك اعلامي نسبة كبيرة من نسب الاشخاص الذين كانوا يقطنون المحافظات اللي سيطر عليها داعش بعض جملة كل شيء يعني مثل ما دا اقول هاني هم اليوم مهجرين ووزارة الهجرة والمهجرين بدون وزير طيب واقع تعليمي مزري في ذي القوائم المدارس والقطاع التعليمي اللي عليها ملاحظات السمارة تقول فاشل واسل وإحباط بس يعني هو يعليها ملاحظات وزارة التربية لم يتم التصويت عليها واقع تعليمي في التعليم العالي مزري ووصلنا الى مراحل يعني معرف شنو في احدى المحافظات تم منح موافقة جامعة لشخص عنده متنزه ترفيهي قعدون بجهال يلعبون زحاليق ومراجيح ودويرة وديلة بهوى واحد يفره منح الى وفي احدى المحافظات وإذا احدهم عنده ممكن اعتراض على الجملة دا اقولها اتحدى عليها قالوا والله هذا خطيئة وحنا نعرفه من زمان وهان منحو جامعة سوى جامعة وبها اختصاص طبي والرجال عنده متنزه انا ما تحدث عن عنده متنزه ما عنده متنزه على عينه وراسه كل المهن بس لما شخص على اقل التقدير يكون اكاديمي يفتحنا جامعة حتى يعرف اش دا يصير وهو يعني يطلق عليه بلقب معين يعني مو لا سيد ولا شيخ سوح الحجي بالمناسبة حتى لاحد يفكر بطريقة سلبية المهم وزير التعليم العالي يتم التصويت عليه اليوم واحنا بدين العام الدراسي والحمد لله والشكر وطلاب راحة المدرسة ومتشيحة بالطين اللي هنا لركباتها وماكو طريقة تروح له ومدارس ما عندنا وكتبها مستلمين قرطاسية ووصلنا الى مرحلة ومنهاج طبعا معتشيكم اربع مرات خمس مرات يتبدل المهم ووزارة التخطيط اللي هي يجب ان تكون فاعلة خلال هذه الفترة لان احنا عساس احنا سعدنا عمار واشياء ايجابية ولازم عندنا محافظات لازم نحاول ان نكون بها عمل مثابر وزير المحافظة نينوى في تصريح صحفي قبل اليوم يقول نسبة الدمار في محافظة نينوى وفي بعض المناطق في محافظة نينوى مئتين بالمئة فاحنا نحتاج يا وزارة التخطيط اليوم اللي هو راح شحه هسا هذا الوزير اليوم يحتفل باتشر يروح لازم يعني شوف شن اللي يدي يصير احتمال كتلة سياسية من كتلة تضغطها عليها تقول يا وتعالي سوين عزيمة وعزموها يعني ممكن ياخد لفد اسبوع عشر ايام خلصت السنة راس السنة بدينا سنة جديدة يا الله مدره شنو يبدي الوزير يشتغل وبعد طبعا البقية ما مكتمل على يوم الترشيح يجي الفلانتان يحتمال يحترف اللي عائلته وراها يجي اطلت نص السنة وراها ممكن رمضان وصايم وما يقدر يسمى وراها عيد عدنا وعيدة شبير ويا الله خلصنا وهاي خلصت هاي السنة شكرا نبدي بالسنة الوراها ونفس السالفة نعم عيد ميلاد الوزير عيد ميلاد احد من اهله هاي هدايا في العراق العظيم كل شي ممكن وللأسف وصلنا لهاي المرحلة وصلنا مرحلة عن تجربة ثلاث حكومات ثلاث حكومات لأربع سنين اذا اردنا استزيدهم هي حكومة السيد الجعفري الدكتور ابراهيم الجعفري والدكتور رياد علاوي هاي بالاضافة صار عدنا خمس حكومات والوضع نفسه مديونين اليوم اكو خبر يقول الى ان مديونتنا الحد الفين واثنين وخمسين يلا تنسد واقع مزر في العراق خدمات ما عدنا مي البصرة اللي كانت البصرة تستغيث من ملوحته وممكن يعني يسوي شي هسه مي البصرة سام موتوا من وراء الناس اليوم احنا عدنا خدمات تحت الصفر واقع تعليمي سيء واقع تربوي سيء كهرباء ماكو مطلوبين للدنيا كلها فلوس ماكو عمل بالعراق ماكو كل هاي ماكو بس الفاسدين اليوم عدهم الكاش جوايدهم ويتلاعبون بمقدرات الشعب والمواطن العراقي ميم الموضوع وكان اكو خبر خلال شهر الفات على اساس سور تقليص ما شدوا الحزام العراقي شاد الحزام من 2003 لليوم شاد الحزام راح ينقطوا من نص عين هو شدوا الحزام على اساس انه يتم تقليل او استقطاع او فتشي من رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين طيب انت جاي تقدم خدمة المواطن العراقي الغيل يراتب كل النواب كل الوزراء وكل الرئاسات كل هم الغيل يهاهم الغيل خلي يكون هو الشخص المجاهد الرائع الجيد الإيجابي كل فلوس تدخل للشخصية السياسي انت نموت كل لترتي السياسي انت نموت لترتي السياسي وتقدم خدمة انت انت قلت رأسنا بالانتخابات تقدم خدمة للعراق يا اخي قدم خدمة العراق مجانية اربع سنين شكوا بيها اربع سنين قدم خدمة وخلي كتلتك او نرشحك يطيك راتب بس شان ميصر ست ملايين دينار راتب الستة والثمانية اكو ستة واكو ثمانية حسب طبعا الشهادة ستة او ثمان ملايين راتب النائب والمتقاعد كل شهرين يستلم ستمية تلف عشرة بالمئة ما ما يستلمه السياسي ويطلع السياسي اللي كان مجلس النواب ياخد تقاعد ويقولك انا اطلعت تقاعد حقي لان انا الدرجة الوظيفية ماتت اني كانت موجودة ولي كنت اعمل بها قبل ما اصير انا عضو مجلس النواب او ادخل العملية السياسية راحت هذا واقع العراق بينما الموظف اللي يخدم العراق اربعين سنة وخمسين سنة وخمسة وثلاثين سنة وثلاثين سنة يجيستنب نهاية الشهر تلافيس ارض ما عنده قاع ماكو الاحتسابات والعيش الكريم احنا مري للرغيت احنا الكريم هم ما لاقينا العيش الكريم للعراق ماكو والمواطن باقي ينتظر على اساس او على امل ان فتات السياسيين يرمى على المواطن حتى ممكن ممكن انه يكون ايجابي هذا الواقع من يتحدث بغير هيج اتحدى واحد يتحدث بغير هيج البرامج الحكومية اللي وعدونا بها كل المرشحين كوش ما شفنا من عدن كلها غايبة بعيدة ولا يمكن لقينا واحد دقاء اسوى من البرامج الحكومي طيب التأخير السياسي وتقاسم السلطة اصبحت اليوم معضلة في زمن السياسة العراقية لان بالنسبة لهم عادي يتأخر ثلاثة شهور ثلاثة شهور خمسة شهور ستة شهور سنة عادي ما احنا قضينا احنا سنة سنوات يعني بحكمة السيد العبادي كان عدنى ممكن سنتين او ثلاثة احنا بدون وزير وكان السيد رئيس الوزراء كان هو رئيس بالوكالة سيد المالكي رقم قياسي اربعة سنين احنا بدون وزير داخلية ودفاع فشنو الجديد شنو الجديد اليوم لما يكون اكو مقدرات للشعب العراقي يجب ان تأخذ مداها ومساحتها بطريقة ايجابية وما يتم خدمتها للمواطن العراقي شنو يعني اليوم السياسي تتخيل اليوم المواطن العراقي السياسى اليوم يباوع علك بعين تقديم الحدامات يعني آسف للجملة لكن هو يعني صدق يعني تصدق تتخيل اليوم السياسي يباو عليك أنه قدم لك خدمات هو اليوم قدم لك خدمات خدمات ممتازة في حال كانك استفادة في حال كانك كفائدة لطرف أو معين في حال كانك كفائدة لكتلة لسياسي لوزير لمسؤول ايه قدم الكهار خدمات هاي تخبل لصول الكهار جنن لأن كل ما تصير أحلى كل ما تصير معناها الكومشين عليها عالي بس تتوقع أنت مثلا يسوي لك تبليل شارع شمي يستفادم من تبليل شارع زفت ومدرشينو هاي وجاب لك مقاول ثاني ومقابل أولي لا تفيد هاي لوزير لك رصيف مثل شارع ببغداد يعني على حد معلومتي آني شخصية أربع مرات تتبلط ليش أربع مرات تتبلط والفروع اللي بصف هذا الشارع الرئيسي في عاصمة ببغداد ما تتبلطا مهنان السالفة معامل إنشاء الصبات الكونكريتية بالعراق طوالات هام وثلاثة متار كانت مملوكة أحد الشركات كانت مملوكة لأحد السياسي الرصيف هذا الرصيف رصيف شايفيني تبدأ الرصيف هذا الرصيف إحدى الشركات التابعة لأحد السياسيين والدولة مجاورة كانت هي مملوكة لهم فإذاك إحنا نشوفش قد تجاوبونا الرصيف هذا الرصيف موتونا بي الرصيف قاموا صلى الرصيف فكتر من الشارع بعد شنو المشاريع اللي عدنا إحنا مثلا تبقى هاي التساؤلات وخلينا إحنا نفكر بيها وخلي الشعب يبقى خرس أحسن ناخد عندنا اتصال أبو حكمة من نينة وتفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله لأبو حكمة الشرك سيداني أخليك سيداني بس أعترض بالمشهداني المشهداني طلع أعترض يوم بحلقة بلقاء يعني ويا جال الشعب يعرفه إحنا عمبوك ودمرنا البلد وحطنا انتقصك سيد محمود المشهداني نعم 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 دمرنا البلد دخلنا الأكو والماكو ها وقال الشعب يعني طبعا محتراماتي قالي طب هم مرأة ما دام ينتقبونه نعم يعرفون عن حرامية نعم علف واثنين عندك عندك أحمد الجبوري نعم أبو الموصف يقول الله إذا نطلع شنشتقل تاكسي يعني يريد حقوق وتقاعد كل شي يريد والله علواء اشبعونا رواتب ما لدي الشعب كلها الله وكيل شنشتغلها مقايضة نعم نعم هم مقايضة يا خبر هم هم يريدون ينهبون الأول والتالي والله بالعافية عليهم الله وكيل أنا أول واحد أقول بالعافية عليهم أبو حكمة تلو على وجهه قطعا رواتبنا كنة ونسويها مقايضة وما عندنا شي لو على أقل قطعا رواتب هم نبقى حنا عندنا رواتب هاي سهلا لا لا والله ما يستهلوا ما يستهلوا ما يستهلوا انك طعا رواتب لا شون قطعا رواتب لا والله بسمال الشعب خليك طعا خاطرهم تفيدهم طيب شكرا لك أبو حكمة تحياتي لك كل القوة السياسية اللي كانت موجودة خلال من 12.5 لليوم 12.5 يعملوا عند الانتخابات لليوم كانت تتحدث عن منو احنا داعمين يعني عفوا داعمين لرئيس الوزراء القادم بعدين صار رئيس سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء قالوا احنا داعمين ويا وشيرتي سؤلف ويفصل واحنا نلبس وما عندنا مشكلة وما نجي وخلاص ونحنا ترشيحاتنا ماكو احنا نقول الله اذا ممكن عندنا فلان مرشحين عندنا هيد شخصيات عندنا شخصيات سياسية اليوم وهي جيدة وإيجابية وممكن تقدم خدمات للمواطن العراقي وممكن احنا نساعده ترى احنا ما نضغط عليه لا دا اليوم اللي صار شين هذا المجلس النور بش اسمه يعني طيني انسم تسميه الي انت شخص السياسي الي حجيته ش اسمي هذا عرقله لا ما عرقله وجهة نظر الشعب العراق ومن يحجي هو يا اخي العنوان اكبر من المحتوى يجي يقول يقولك انا ممثل الشعب العراقي ممثل الشعب العراقي على عين وراسي صحيح 100% واني اضطيك عليها يعني لا يكوش يرهمين لما تقول انت ممثل الشعب العراقي طيب انت شنو اللي شفته حضرتك كمممثل الشعب العراقي تطلع لي مو انت مر صحيح فتقول يابا اني سيدة صبا او مني ما اجبت اصوات هي ممكن سيدة صبا يابا هذه مرشحة ايه هي سيدة صبا هاي المرشحة انو مو زينة اللي يععدها ملاحظات واحد ثلاثة هي زينة بس ما تفيدنا هي احشيني واضح لي ليش سيدة اليوم ما ما رش يعني ما صوتت عليها ماعرف طيب ناخد اتصال عندنا سعد من الكويت فضل سعد يا اهلا بيك يا استادي يا محترم اولا من حق النايب يبدي وجهة نظره ويحاسب كل منتجاوز يا استادي حدوده ذاتيا معنويا ولكن انا يا استادي لو كنت عراقيا لصوت الصفا وهنا وتحياتي لك كل البرنامج الراقي المميز ممنوع منك انا شكرا عامل رحم الله لديك احنا كنت شان صوتنا الصفا وهنا بس احنا صفا هي اسمها مو صفا صفا وهنا ايه طيب يعني ماعرف والله شكرا اليك سعد جدا يعني احسه متفاعل مع الوضع العراقي فااا طيب علي من بغدادو أنا يلا ناخذ علي اتفضل علي علي من بغدادو أنا والسلام عليكم السلام ورحمة الله هل والسلام عليكم الآم ورحمة الله فالسوال اسويلك استاذ تفضل علي بس ننصيلي تلفزيون وسأني شو تريد يسأل ننصيي التلفزيون الله يرضى عليك حتى يقدر اسم عكسيا سمعتني أسأل أسأل سؤالك سؤالي مثلا بالانتخابات إذا ما طلع أي واحد من العراق انتخابات شي صير يعني بالحكومة إذا أولا واحد طلع عن انتخابات ماكو تبقى حكومة طوارئ ويتم الدعوة اللي شي اسمه انتخابات وراها انتخابات ثانية هاي هي حكومة طوارئ حكومة طوارئ ورئيس الوزراء اللي يكون في وقتها هو حكومة تسريف الأعمال هو يكون هو رئيس حكومة طوارئ بالله عليك هي هاي هاي هسه صار من ثنين ١٤٤ لحد الآن كل الكابينة وكملة هذا الوزير من يقبل وهذا يعني هاي إلى متى يعني هاي المهزلة والله العظيم يعني يعني ما يستحون يعني والله العظيم يعني الشعب الشعب انتهي الشعب ومو بعد مل مل اصلا بيوم النصر ما قالوا شي انتو للشهداء والجرحة ها رحم الله اهل ليك ها سهلا ولا جابة هاي طابل يوم الواحد يحشري اياها طابلهم قال عمي يوم النصر اطلل الشهداء عمي على ميت الف حقوقهم حقوقهم من كل من كل من كل برميز دولار ها والله يكفيهم ده لا دي عام ده صح اصلا ده هاتيك عجزي مية بالمية جريح دي شبر ما عندي يعني هاي يعني شان شان ليامتها يعني ليامتها والله صح الحجيتة صح يا علي شكرا علي لاتصالك والله صحيح يعني على اقل شان من الجهات المعنية بيوم النصر وخب نصر وجابي لكم وانتم اطربين ومسوي لكم حفلات وهذا يطلع لابس للعلم مسوي ليالفافة برقب تمال الله هو اكبر عسا شان طيت الكلو مقاتل قاتل في داعش حتى المجاز حتى المامل تحق الطيفة ميت الف خمسين الف مليون ارجع واقول الحكومات التي تحترم شعوبها تقدرها الحكومات اللي تحترم شعوبها تقدرها طيب عندنا اتصال حسين البصرة تفضل حسين نعم حسين شكرا لك حسين طيب من عندنا بعد اتصال اياد اياد من صلاح الدين تفضل اياد سلام عليكم سلام ورحمة الله اليوم عاوزة من صلاح الدين اي بس نصلي تلفزيون اياد ان شاء يعني اليوم الجريح 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 ايه حبيبة اسمعك شنو بس يحشي لي الجملة شنو شنو جريح العودة من صلاح الدين العودة العودة ما المفصولين لو شنو انتو ما المفصولين مفصولين شبيهة ايام سويها بس للشهداء والجرحة ايام سويها بس للشهداء والجرحة لو شنو ايام وهسا اخذ شهيد شون يرجع للخدمة هذا مثلا شاك بالقبور يطلع ماذا افتهماني هو ايش ايش بس وضح ليها حبيبي اياد عه تفتهمك انا اخوي العزيز سوو شنو هسا شكرا اياد اياد بس افتهم لي الفكرة يا قلبو شهيد ورجع للخدمة لو شهيد واحتسب انه هو كان جزء من خدمته وحسبت بليها خدمة على التقاعد اللي هو لين شهيد يعتبر ابو عبد الرحمن بلد من ديالة تفضل ابو عبد الرحمن السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام اخي احنا عدنا مشكلة اللي هو التعليم العالي والدراسة والتربية يعتبر بالله العظيم عدنا مدرسة حاليا هنا يعني المعلم ما يعرف يشرح المادة للطالب المعلم يعني هو يعني متخرج من معهد هو مدرس ما يعرف يشرح المادة للطالب ليشتكون من هاي المواد يعني كارثة هادي هادي كارثة طيب يا مدرسة شو اسمها احنا في ديالة بعقوبة وين شو اسمها شو اسم المدرسة البني شاعد البني شاعد البني شاعد مدرسة الطلحة الطرحة. شاسم المدرس المدى يعرف يدرسه؟ يعني مواد مدى يعرفون يشرحوها. مواد مدى يعرفون شون يشرحوها. شون يفهمون الطالب. هي شنو ابتدائية متوسطة ثانوية شنو؟ ابتدائية ابتدائية. ابتدائية. طيب. ايو الله. طيب. وعدي. يعني فقط ثانية. فضل. عدنا تسطية مع المي. عدنا تسطية مع المي. ايه. نرفع عليها ما يقارب خمسمائة مليون. وشامريها على نهر. نهر ماضي اصلا حتى مي. اتقذي نص المدينة. ومهمولة حرامات لا حد يستخدم من عداء. ولا حد يستخدم من عداء. كل شما حد يستخدم من عداء. طيب. شكرا اليك علي. ابو عبد الرحمن تحياتي لك شكرا جزيلا. خصوصا الديالة. يا اخي شاعتكم شخصية انتوا سياسية من الديالة كانت هي الفذة في العمل السياسي كله. بس انا شفت من كان هناك من التواصل من قبل بعض السياسيين بالديالة. ويا اهاليهم. شفت الحضور كان رائع عشرة واسة قاعدين كشموكا حد. لنعرفوهم انهم يعني حقيق خدعوهم في كل الجوانب. طيب. حقيقة احنا مابقى كلام بس نقوله. الى انه نتمنى يعني اتمنى انا شخصيا. الى ان يوم الخميس يتم التصويت على علاقة لو الوزارتين لو الاربعة. يعني لو الداخلية والدفاع. وهذه ستوقع حلم بالنسبة لكل عراقي. اضغاثوا احلام هذي سراب عندنا صارت. او المهجرين والتربية. يتم حسمها يوم الخميس. وراح يسر علينا الوزارات ناقوط الحب. كل يوم وزارة. كل يوم وزارة. الى ان يتحدث السياسيون بالحقيقة. ويقولون الى ان احنا لا توافق ولا دعم ولا كل شي. تطين ياهن امشي لك. ما تطيني ما امشي لك. نلتقي من الاخير. الى اللقاء.